اشتركوا في القناة الحمد لله امطار الخير وماذا خلفته من فرحة وصرور الحمد لله وشكر الله شوفوا هنا تلاحظون ان الواحات غمرتها الامطار مياه الامطار الحمد لله وشكر الله هذا من فضل الله علينا الامطار كنشوفوا الوديان حمولة رائعة ومتازة في هذا المناطق مناطق الشرقية اللي اصبحت الانهار فيها كما تلاحظون في هذا الصور ما شاء الله الامطار والوديان امتلأت فالحمد لله وشكر الله هذا الخير وانا حتى الواحات غمرتها المياه هذا من فضل الله الحمد لله وشكر الله هذا في الخبر الأول خبر التاني وهو الحمد لله 16 مليون متر مكعب في ليلة واحدة استقبلها سد المنصور الذهبي وهي نسبة مهمة جداً للتذكير سعة السد الإجمالية تقرب ب444 مليون متر مكعب ونسبة ملئه الآن 64 مليون متر مكعب أمس كانت تقريباً 48 مليون متر مكعب الصورة لأحد روافد السد والذي لا زال يستقبل مياه الأمطار فالحمد لله لك الحمد ولك الشكر يا رب يا رب العالمين على هذا الأمطار وعلى هاد الخيرات اللي مني تهيها علينا فالحمد لله وشكر الله المغرفي أمس الحاجة خصاً بعد سنوات الجفاف المتتالية اللي أرى اللي أطرت سلباً على كل شيء كنشوفوا بأن المواشي نقصوا نقصوا بحد درجة كبيرة بزاف علش تسعر دي اللحوم طلع بزاف كل شيء جميع مناحي الحياة بالنسبة كيف كتعرف وراء المغرب كيعتمد بزاف على الفلاحة والحمد لله هاد المياه الأمطار حتوى باش نلقوا غير باش نشربو باش يشربو المواطنين في غياب المياه بحال دبا مثلاً بني ملال اللي كان غافيها المياه لمدة ستة أيام أو سبعة أيام دبا حالياً يالله بدك يرجع الماء بسبب أن محطة تصفية الماء في أفورير اللي ضرعت بسبب المياه دي الأمطار تصربت لها إلى آخره وأيضاً أنهم عناوا متحت من تبيعة الجفاف فأنهم سبع أيام هما كيقلبوا والناس كيتمحنات بزاف مع الماء وكأداروا بزاف دي النواق نقصوا نقص الخطر وأيضاً بغاوا أن المساج ديالهم نوصل طبيعة الحال نحن نوصل لهم مساج ديالهم والحمد لله لما بدك يرجع شيئاً فشيئاً في هذه المناطق ثانياً خبر آخر وهو أن مأساة السيول تجرف أستاذة وزوجها وشقيقه بفيقيق واحد فاجعة كبيرة بزاف عرفتها فيقيق والقصة محزنة لهد الأستاذة والزوج ديالها حيث لقيت أستاذة وزوجها وشقيقه مصرعهم أمس الاثنين بعد أن جرفتهم السيول أثناء محاولة عبورهم وادي في طريقهم إلى تيلسينت بإقليم فيقيق وأوضحت مصادر من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق في اتصال لموقع القناة الثانية دوزام أن الأستاذة كانت تعمل بمنطقة العروي في النظور لكنها انتقلت لجماعة تيلسينت بمديرية فيقيق وخلال رحلة صفارها رفقة زوجها وشقيقه يوم الاثنين استعدادا للتوقيع على المحضر الدخول المدرسي باغتت السيول السيارة وسط الوادي قبل أن يتم العطور عليهم جوتة هامدة غير بعيد عن مكان تواجد السيارة وحسب المصدر نفسها الذي نقل رواية مواطنين بالمنطقة فإن فرضية مغادرة الثلاثة للسيارة قبل أن تجرفهم مياه الوادي واردة لأن السيارة ظلت في مكانها كما أن هناك فرضية محاولة إنقاذ أحدهم انتهت بمصرعهم جميعا وفي سيق متصل نعت المديرية الإقليمية لفيقيق ببعرفة الأستاذة ناصرة التي كانت ستزاول عملها بمجموعة مدارس السقي الحمراء بتالسينت كما توجهت بخالص العزاء لكافة أهلها ودويا وعائلة زوجها فالله يرحمهم وصبر أهل ديالهم بهذا المصاب الجلل هنا عندنا في الصورة صورة ديالهم ديال الأخوين لتوفاوا في هذه الفاجعة نسأل الله أن يرحمهم وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة إن شاء الله كانوا في رحلة ديال العمل معك من الأسف فاجعة مؤلمة ببلدة تالسينت وفاة الأخوين الهداد عبد الرحمن والهداد سعيد وعقيلته وبهذه المناسبة الألماء نتقدم بتعزين الحارة إلى العائلة الصغيرة والكبيرة وإلى كل أبناء البلدة يشار إلى أن الهداد سعيد كان باحثا في الدكتوراه وعقيلته كانت حاملة للدكتوراه الله مرحمهم جميعا وإن لله وإن إليه راجعون وما هدو الصور ديالهم كنتمنى أنكم ترحموا عليهم بطبيعة الحال الناس اللي يمشيوا في قرب الوديان خصوصا مع الأمطار العاصفية المرجو الحضار كانين هذي الأيام كان جو غير مستقر كانوا كيكونوا زخات رعدية كيكونوا أمطار رعدية فدائما المرجو الإبتعاد عن المجاري المائية هذي من جهة وأيضا تتبع النشرات الإندارية حين صدورها أولا بأول من الأحسن باش الإنسان يحافظ على السلامة ديالو خبر مؤسف آخر وهو هذه السيدة اللي في الصورة هي عانت من وحد الفاجعة خطيرة جدا وحد الزوج وحد الوحش وحد شرير وحد الإبليس يا العوادو بالله نستعين من الله من هذا بحل هذا الرجال مشاشع العافية في المنزل ديالو توفى وله الوليدات وهكاك بغا انتقام من هذا مجرم مجرم خطير والسيدة تأطرت وحتى أطر مثل الوليدات أطرت وحتى أطر حتى أنها فقدت العقل ديالو هتشوفوا حتى التصورات أنا مقدرش ندير هذا الفيديو لأنه مؤلم جدا ولكن هتشوفوا الأفعال اللي دارتهم هذي الأم المكلومة من لماذا توليه وليداته حرقهم هذي المجرم حرقهم الزوج الأب ديالو حرقهم حشو معليه وحرام معليه وهذا الشي رخصوا أقصى العقوبات في حقه لأنه مجرم بالفطرة صراحة أب اللي يقتل الوليدات ديالو فهذا لا يطاق وهذا السيدة لا يصبرها ولا يتبت القلب ديالها هذا شي صعيب بزاف المواقب بزاف ديالنشاطة دولو الفيديو وليكرام هي هذي اللي في الصورة مسكينة أنها ولدك تحفر في الأرض كتبالك أنها خرجة للعقل ديالها أن الله يتبتها وأنهم هذي كل الأطفال يكونوا يكونوا طيور الجنة إن شاء الله مهم كان هذا هو الفيديو كان هذا هو فقط الخبر بخصوص هذه السيدة مسكينة اللي أصابها ما أصابها فنسأل الله السلامة ودائما دائما الإنسان في حالة الغضب خاصة على الشيطان وصافي ولكن أقصى العقوبة لهذا الزوج لأنه مجرم مجرم خطير جدا هذا شي اللي يرتكبه في حقه فلدت أكبا دي هذي من جهة من جهة أخرى كنشوف بعض التصرفات الخطيرة والغير مسؤولة من بعض السائقين المتهورين كما كيبان في هذه الصورة حيث نتشرج بعض الفيديوهات لهذا الشاب ولكن مديرية الأمن كانت له بالمرصاد وبطبيعة الحال كتشوفوا أن هاد سياقة المتهورة دائما ما كتجيب غير 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 شر وأيضا صداع بعض الأحياء ولا بعض المدن كتلقوا بأن هاد اللي كيستعملوا هاد المطار اللي كيدرو حاد السطاع مزعج جدا وخصوصا بالليل كتلقاه فوق 12 الليل فوق الوحدة للليل الجوج ثلاثة إلى آخره في نصصات الليل هو عدم شكتحلاليه أنه يصدع الناس بأحد الأصوات اللي مزعجة جدا وكيف يبقى الناس اللي كين اللي عندهم مراد كين اللي عندهم ولدات صغار كين اللي عندهم هذا ومهم بحالة شباب اللي عفو عليهم أنهم كيدرو صداع بزاف وتأوض أيضا سياقة هاد البهلوانية ولا الخطيرة ركتقدر تسبب في حوادث السير ومن جهتها فقد تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش يوم أمسين الاثنين اثنان شتنبير الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة ويشتبه في تورطه في سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين ومستعمل الطريق للخطر وكان المشتبه فيه قد أقدم على سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام بمدينة مراكش معرضا سلامة المواطنين وأمن مستعمل الطريق للخطر وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع أشريطة فيديو منشورة على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي وقد أسفرت الأبحاث والتحرية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وذلك قبل أن يتم توقفه وهو في حالة تلبس بحيازة درجة نارية للوحة ترقيمها مزورة وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفية هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر كان هذا البلاغ الأمني بلاغ المديرية مديرية مراكش بخصوص هذا الوقع اللي فيها هذا الصائق المتهور شكرا على حسن الاسماع والإصغاء هذه كانوا هم الأخبار لبرجيت نتقسم معكم إلى اللقاء في فيديو آخر